التعدد للجوزات نحن لا نحن 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 ضد الموضوع هذا بصراحة وخاصة طوال الأزمة المرد بأبي ليبي ضعف فقد كبير العدد من الشباب المفترض بصراحة على قل تعطي فرصة للناس إن هي تتجاوز قصة الانحراف ومشكة الدعارة والزينة والأي شيئ زادة وسمح الله على قل يصون عرض إمرأة أو على قل كده كده تلقى غايتها وكل هذا شيء مهم بصراحة حتى تعدد لأصول هل هو مقدر الشخص هو عند شخص عنده جوزة واثنين ثلاثة وفي إي شار وما يشتغل ومعظم سمحني في الكلمات اللي شوف تمني عندما درت دراسة درنا بعض البحوط شفناهم تلقى هم اللي يشتغلوا هو ما يشتغلش تلقى هم المأجرات هو اللي تلقى هاته اللي فتح مدلسة خاصة واللي تخدم من في الحلوات في الحوش وتخدم في الحار وكذا وكل كده وكل هي تجري وتجيب في الفلوس هو مجوز الثلاثة مساوين نعم يجي غريبات ويطلع هذا هو اللي سبب المشكلة كبيرة هو ده هو سبب الطلاق لكن هو مقدر ويجزر تصونا البيت هذا والمشكلة حتى اللي عنده جوزة وثنين وثلاثة إلا تسكنهم في بيت واحد على الأقل فوق بعضهم وقرب من بعضهم لتلقى هاي في مكان هاي في مكان والمشاكل المشاحنات وهو مشتت بين المرأة الأولى بين المرأة الثانية ومش قادر حتى كيف يلحق حتى في تربية الأطفال يعني مش ضد للجوزة مرة الثلاثة بالعكس كويس لكن تكون لقاعدة وتكون لحكمة وتكون للمسؤولية لما أنت تنظر لأشيء هذا وتعطي كل شيء حقه وتنظر لرب الله سبحانه وتعالى نعم تعطي كل شيء حقه وتبنيها لقاعدة أس أساسية وقاعدة مزوطة ما يضيعش يضيع الجوزة اللي تأخذها الثانية والثالثة ولا حتى يضيع حتى يلجوز مبيناتهم وهذه المشاكل اللي تسير أنا اللي شفتهم موضوعهم اللي واخدين الثلاثة اللي قام بسوين هم اللي يشتغلوا هم راكدين في الحوش مياخد موش هذا موضوع خطيب صراحة انت كيف دورتاكنا ماكش روجل انت مفروض تكون لرس العيلة انت مسؤولة العيلة انت اللي بتأمن لهم كل شيء انت راح بش تخلي المراهية اللي تعبها أحيانا الزوج اللي يرغب في التعدد يقعد يعني بين نارين خلينا نقوله بين الزوجة الجديدة اللي ترفض يعني الزوجة الأولى ويقعد يعني في حيرة الزوج هيكيد وغض النظر على الزروف الاقتصادية مافيش امرأة في الدنيا هذي في العالم سواء كانت من مسلمين وغير المسلمين العربية مش عربية مستحيل ترضى لنفسها درة ولو كان هي مشت وخط بطلة وجبت لبارتين هذا من ألاف المستحيلات تالي عندها جرح ودستها وخلاص إلا هم كانوا مغلوب على هالأمر أونا هي اقتنعته كده حتى قناع متاحها مهدود في خير امرأ كام عاطف في خير ونحترهم للمرأة هذي حتى للتجوز وفيه ناس تتجوز في إمرأة تانية تلقاه الاسباب بصراحة مهيش مغنعة ويأخين تم وقت تخطى مرات راجل يمرض ويطيح تقول المرات ضحي معاه نعم لهم جرد تقول تقول لدو مرات تانية بذريع أن هي كدوة وزيلاها بالحوش وزيلاها بالصار ، يعني فيه شوية أخطاب صراحة ما تقول انتم أن تفتيني نفسك مني أي إنسان بيتن بيجوز مرات تانية بدير الموضوع لازم ينظر عدة مناضير و ودير دراسة كاملة الموضوعها بحيث ما يضلمش نفسها ومضلمش الطرف الآخر ومضلمش الطرف الثالث اللي بدخلها في حياتها الجوزيان